لا عدو دائم ولا صديق دائم في عالم السياسة المتقلب فعلى الطريق نفسه الذي سار عليه وهو يستقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتطلع لفتح جسر آخر متقدما بخطوات مشابهة مع كل من مصر والكيان الإسرائيلي أردوغان الذي ذكر زيارة مرتقبة إلى الإمارات شهر فيفر المقبل على رأس وفد تحدث عن إقدام بلاده على بعض الخطوات بقوة لقد قدم الإماراتيون خطوة استثمار بعشرة مليارات دولار سنبني مستقبلا مختلفا عبر تنفيذ ذلك وستكون هناك تطورات إيجابية إعلان الرئيس التركي عن حقبة جديدة في العلاقات تدخل في سياقها عودة أبو ظبي وأنقر إلى طريق التقارب تقارب أساسه استثمارات بمليارات الدولارات ولعل تذكيره باستمرار المحادثات بين البلدين على مستوى أجهزة الاستخبارات والعلاقات التجارية أثناء الأزمة ما هي إلا تثبيت أن لغة المصلحة فقط من تتجاوز الخلافات الأيديولوجية والفكرية ولا شك في أن ذكر القاهرة والكيان الإسرائيلي كحلقة مهمة في هذا الخيار والمسار التركي عصفت الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا بكل صراعات دول المنطقة على مستوى قيادتها أو خلافاتها بخصوص أبرز الخلافات الإقليمية فهل تتجه إلى مصالحة حقيقية أم ضرفية؟